قلت فتحت مراكز الاقتراع في الساحل الشمالي للولايات المتحدة منذ حوالي ثلاث ساعات نحن الآن في ولاية فرجينيا وتحديدا في مقاطعة ستافورد كما تعون من خلف الأجواء هنا في هذه البلدة هناك ناخبون يأتون إلى هذا المركز كذلك هناك خيمتان الخيمة الأولى باللون الأزرق للحزب الديمقراطي والخيمة الثانية باللون الأحمر للحزب الجمهوري محاولة من عناصر هذين الحزبين لإقناع الناخب قبل دخوله حتى رمق الأخير بالعدول عن التصويت لأحدهما والتصويت لحزبه يعني هناك إقبال حتى ولو كانت ولاية فرجينيا لا تعطي إجازة في يوم الاقتراع لكن هناك إقبال وإقبال جيد لغاية هذه اللحظة يعني منذ الصباح هناك أعداد متزايدة للناخبين الولاية فتحت أبوابها كما قلت قبل ثلاث ساعات والناخبون يتدفقون على مراكز الاقتراع بشكل متواصل طيب هل هناك أي توقعات أو ترجيحات من جانب الصحف الأمريكية أو المراقبين حول من سيكون الأوفر حظا للفوز بمنصب رئاسة الرئاسة الأمريكية يعني كل التوقعات أشارت إلى وجود تعادل نسبي هناك تقدم في بعض استطلاعات رأي لهارس في بعض الولايات وكذلك هناك استطلاعات رأي ترجح فوز ترامب في ولايات أخرى لكن كل التوقعات تشير إلى أنها ستكون منافسة قوية جدا الجديد بالذكر هناك نتيجة ظهرت قبل حوالي دقائق في بلدة صغيرة جدا في ولاية نيوهامشير هذه أول نتيجة تظهر في الولايات المتحدة بشكل عام ست أشخاص هذه البلدة الصغيرة مكونة من ست أشخاص يحق لهم التصويت صوتوا وكانت النتيجة ثلاثا لهارس وثلاثا لترام حتى هذه البلدة الصغيرة لم تعطي أولوية أو لم تعطي حد فاصل بين التنافس بين ترامب وهارس أيضا للجديد بالذكر أن هناك من يحق لهم التصويت في الولايات المتحدة يقدر بحدود 260 مليون ناخب 160 مليون منهم مسجلين داخل الولايات و70 مليون صوتوا بالفعل سواء عبر البريد أو عبر التصويت المبكر فنحن أمام إقبال وإقبال كبير للتصويت في هذه الانتخابات فيما يتعلق بالتصويت المبكر الذي يقيل أنه ربما 75 مليون أمريكي أو 77 مليون أمريكي صوتوا أما مباشرة عبر البريد الإلكتروني هل رشح أي شيء عن نتائج هذا التصويت؟ لا يوجد نتائج ملموسة لأن هذا التصويت يتم فرزه وعده خاصة في البريد قد يستغرق أيام لا توجد نتائج حقيقية ملموسة لكن التصويت أو الإحصاءات الأولية تقول أن التقارب شديد مع تقدم طفيف لهارس في بعض الولايات هل أنت الآن مهنت في جورجيا؟ أنا في ولاية فرجينيا المحاذية للعاصمة واشنطن هذه الولاية تميل للحزب الديمقراطي في عادتها نعم في ولاية فرجينيا لكن هذه الولاية هي بطبيعة الحال ومنذ الأزل كانت مع الحزب الديمقراطي خلال السنوات الأخيرة تغير فيها الحاكم وأصبحت باللون الأحمر جمهورية اليوم الحزب الديمقراطي يحاول استمالة الناخذين وإعادة الولاية إلى أحضانه هناك استطلاعات أجيناها وتعرض على الشاشة إن شاء الله تبين أن هناك انقسام وانقسام حاد حتى داخل البيت الواحد في ولاية فرجينيا هناك فئة الشباب الذين يصوتون لصالح حارس الكبار هم دائما يصوتون خاصة في الأقضية والنواحي لصالح ترام نعم مهند الفلاحي مراسلنا من واشنطن شكرا جزيلا لك ربما نعود إليك في حال ما استجد أي طهر أو جديد شكرا لك ترجمة نانسي قنقر